اشتركوا في القناة خصوصا لما يكون الرأي او الحالم ده مديون او عليه مال او عنده مشاكل في حياته بسبب المال شاف اي رمز من دول يعرف ان ان شاء الله فيه مال قريب جدا جايله في الفترة المقبلة بازن الله هيغير حياته للافضل سواء كان الرأي او الحالم ده كان شاب اعزب او كانت بنت عزباء او كان رجل متزوج او كانت مطلقة بمجرد ما يتشوف اي رؤية من دول تعرف ان ان شاء الله فيه رزق قريب جدا وفيه مال قريب جدا هيغير حياتها للافضل بازن الله ربما ان الرأي او الحالم ده كان بيدعى ربنا عز وجل باستمرار في شيء معين فبمجرد ما يشوف اي رؤية من دول يعرف ان ان شاء الله فيه استجابة دعاء من ربنا عز وجل بازن الله وفيه تغيير في حياته للافضل وفيه مال قريب جدا بازن الله غير حياته للافضل اولى الرؤى دي واي اولى الاحلام دي وهي رؤية المفتاح في المنام المفتاح في المنام بيدل على دعاء مستجاب بازن الله وبيدل المفتاح ان ربنا عز وجل هيفتح للرأي ابواب الرزق يعني ومن كان في مسألة او فقر وشاف مفتاح جديدة في المنام بعد الدعاء ربنا هيهيأ ليه اسباب الرزق في القريب العاجل باسن ربنا عز وجل فاي شخص عليه مال او عليه ديون وشاف ان هو بيفتح باب جديد في المنام او شخص داله يعني شخص داله مفتاح في المنام يستبشر خير على طول يعرف ان شاء الله فيه مال قريب جدا هيغير حياته للافضل وفيه رزق خريب جدا بازن الله وفيه حل المشكلات اللي هو بيمر بها اي شخص يشوف الاكل المبارك او الاكل الطازج ربما لحم مطبوخ او فراخ او دجاج مطبوخ او سمك مطبوخ وخصوصا لما الرأي ده يكون هو بيحب الاكل ده وشاف الاكل ده في المنام يعرف ان ان شاء الله فيه رزق قريب جدا وفيه مال قريب جدا بازن الله هيغير حياته للافضل بازن الله رؤية اكل التين واكل العسل اكل الطمر في المنام كلها يعني كل الاحلام دي في المنام من الاحلام المهمة جدا اللي بتبشر بقدوم المال وبتبشر بقدوم الرزق وتغيير حياة الرأي الافضل بازن الله السيابة الجديدة في المنام بعد الدعاء بتدل على تبدل الحل الاحسن وبيكون يعني دعاء الرأي مستجاب بازن ربنا عز وجل كذلك الامر اللي بنقف المنام بعد الدعاء بيدل على الاستجابة للفقير والمديون وخاصة اللي شوف ان هو بيوسع بيته في المنام يعرف ان ان شاء الله في رزق قريب جدا هغير حياته للافضل بازن الله اي شخص يشوف ان هو يعني بيهز باللحية او بيخففه في المنام دون مبالغة طبعا دي تعتبر يعني بتدل على استجابة الدعاء بتدل على يعني دعاء المديون وقضاء دينه بازن ربنا عز وجل وطبعا ليس المقصود بحلقة اللحية تماما ولكن تهزيب اللحية حباف الله ربنا بصركم وكل خير اتمنى لو اي حد عند رؤية وعايز يفسرها ياريت اكتباه لنا اسفل الفيديو علشان نفسر لكم فاصر اوقت ما تنسوش تشيركم في القناة وتفعلوا الجرس علشان قرارتكم توصل لكبر قدر منكم من الناس واللقاء في فيديو اخرى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة